بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة سنتمنى لتيشوف هذه الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر الناس لتي دعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب نقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله وقوتين يوم سنوضع واحد الوصفة خاصة للنصر والتغلب على كل ظالم وعدو كل ظالم وعدو من هذا المكان وهذا الزمان وفي هذا الوقت نقول حسبنا الله ونعم الوكيد بزاف تعليقات جونا على حسب الناس اللي عندهم عندهم مشاكل وعندهم مظالم وعندهم مظلمين في حياتهم وشي يشكيهم بزاف الناس يتغوع لهم كينا واحد سيدة قتلك مدة خمس سنين مع الاسف اول مرة اسمع هاد الامر مدة خمس سنين وهي مع جارتها تدخل لها البيت ديالها وخا ما تكونش وتاخد لها تاخد لها الملابس ديالها وتحط القديمة وتز الجديدة ولو تحولت تبقى تتمشي عندها وتدخل من وراء البيت ديالها كيفاش تدخل الله اعلم عيش هاد سيدة في تركيا ولكن تنقول حسبنا الله ونعم الوكيد الظلم 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 لاويوم من عند الله ربي تياخد الحق تياخد الحق على كل ظلم الله ما تبات مظلوم وما تبات ش ظلم لأن الظلم حرموا الله على نفسه إذن كيف أنتصر وأتغلب على من ظلمني إذن نحاول أن نحط الصغة حول الله وقوته نوضعها بالحق على كل ظلم لظلمك ربكين لا لشعوا دا ولا لأي حاجة التجئوا إلى الله سبحانه وتعالى هو اللي غدي ينصف بينك وبينه هو اللي غدي ياخد لك حقك من كل ظلم سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جربنا هذه الوصفة بحول الله وقوته وحطيتها لكم لأن لابد إنسان تيتعرض للظلم ولكن الظلم اللي تيكون تيجيك من أعز الناس لك أو تيكون قريب لك هو تيكون أصعب أما من يكون واحد بعيد عليك هو عادي جدا تدعي وتدعي وتتخلي الله ياخد لحق ولكن من يكون شو واحد يكون عزيز عليك وظلمك تقولي الله هو اللي تيخلصه على قد نيته بحول الله وقوة غادي نوضع هاد الموضوع إن شاء الله وغادي يستهدو منه زف الناس غادي ناخد إن شاء الله نخرج إلى عند العطار ونشوف شي عطار يكون متقابل مع القبلة يكون قبلي ناخد من سين وخمسين جرام ديال الحرمل الحرمل ووراق الغار بالنسبة لي أنا ووراق الغار ما غاديش نطلبي بزاف غادي تاخديه قليل لأنك الوقت اللي غادي تكون يتقرأي على هاد القراءة هتحطي الاسم ديال الشخص اللي ظلمك هتحطي تكتبيه هاكا بحل أيمن بحل مهم تحطي بزافة الأسماء اللي عندك معهم الظلم بحل اللي كانوا عندك جوج أو ثلاثة هتحطي الأسماء ديالهم والوقت اللي تبغي تحرقي هاد الحرمل غادي إن شاء الله غادي تحطي الاسم دياله مكتوب في ورقة الغار باش إن شاء الله يكون عندك النصر على من ظلمك إن شاء الله بحول الله وقوته هاد الحرمل غادي نقرأ ليه صورت الإخلاص 21 مرة 21 مرة نقرأها بتماعون صورت الإخلاص ونقرأ صورت النصر 21 مرة إنتا غا نتلقى أن نكون أنني تنقلب هاد الحرمل وأنا سنقرأ صورت الإخلاص 21 مرة وصورت النصر 21 مرة وقتاش غادي نبدأ نتلقى هاد الحرمل أن نتلقوه في وقت كل صلاة وقت أي صلاة تبغيتي الصبح دهر عصر مغرب أنت على حسب على حسب الوقت اللي حضرتيه في الأدن الأدن هو الصلاة وقت الصلاة إذن أنت قوة على من ظلمني بالحق بشي بالظلم ولكن إلا درت ما شيفه في الحق ترجع عليكم لأن هذا وناخد التسبيح التسبيح ديلي وغادي غادي نقرأ الصلاة أي صلاة ولكن من الأحسن تكون مع المغرب تكون الصلاة المغرب نصلي صلاتي ونتقبل إلى القبلة ديلي وغادي نسبح ب حسبنا الله ونعمة الوكيل 450 مرة على اسم فلان ود فلانا حسبنا الله ونعمة الوكيل 500 450 عفوا 450 مرة نقرأ نقرأ على اسم فلان والفلانا الذي ضلمني حسبنا الله ونعمة الوكيل على فلان كل من ضلمني نجم على حسب هذا وهذا الحرمل غادي نقرأ على الوقت الوقت لنكون مع الأدان موجودة في البيت أطلق هذا الحرمل نجره إما في مبخرة وإما في مقلات أما البقايا دياله نحاول أنني نحاول أنني نوضعها في المحبق أو تحت الشجرة نجمع مدة سبعيان نحطه مدة سبعيان في كل أدان ولو تحطيه في خمس صلوات في آخير تسرعين على من ضلمك اللي تأديك تأخذ فيه الله الحق وتدخلي في مرى المغرب تدخلي حسبنا الله ونعمة الوكيل على فلان والفلانة الذي أدني وضرني في هذا الشيء إذن بحول الله وقوته تنوضع هذا الصغة من القرآن تحت أيديكم لأنكم تستهلوا بالزاف الناس اللي حطوا لي تعليقات تنبغي الحق في الأمور تنبغيش الظلم ولكن أنا التاجئت إلى الباب الكريم هو الله سبحانه وتعالى اللي غادي ياخذ حقي من كل ظالم إذن غادي ناخد التسبيح الحرم الأوراق الغار ونحاول نتوكل على الله الواحد القهار ونحاول نحاول أنني نوضع هذا الصغة من صغة القرآن أمامكم نضيف لكم إلى قائمة هذا المشكل أو هذا الصغة الناس اللي الوصفة هذه التانية اللي غا نعطيكم دابة نحط أمامي الشخص المعين في طولة الليل وأسبح المهم نحط لإنسان الشخص المعين أمام عينية نقول الإنسان اللي دلمك وفي طولة الليل أوضعه أمامي أمام القبلة نصلي ركعتين ونأخذ تسبيح والشخص المعين في بالك نوضع هذه الصغة من التسبيح نحطها مدة ثلاث أيام ونقول يقابد يقابد بإسم القابد إسم قوي عند الله سبحانه وتعالى هو القابد المهم ندرأ ألف مرة يقابد 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 في طولة الليل يبقى يبقى هذا يبقى الفجر نحطها إما مع المغرب تل مغرب إلا كان كان إنسان ما يقدرش ما يقدرش ينضف يقدرش ينضف ما بين في الليل يحطها مع المغرب من صلي المغرب يقولها يحط الشخص المعين هو الذي يظلمه في العمل أو ظلمه أو ادلي فلوس أو ادلي أي حاجة يحاول أنه يوضع السغاء يقول يا قابد يا قابد يا قابد من سلي ألف مرة يقول اللهم اجعل لي بينه بيني وبينه اللهم احكم بيني وبينه بالحق اللهم احكم بيني وبينه بالحق إلا ظلمك ربي غدي يحكم بينك وبينه بالحق الناس اللي تتكون غدا معاك صاحبتك أو أو شي إنسان تتعرف هذه الوصفة التالتة إن شاء الله إنسان اللي غدي يكون معاك غدي معاك ولكن غدي معاك مشي بنيته غدي معاك مشي بنيته ولكن أنت غدي بنيتك ولكن تتساءل ومتتجين البيت ديالك تقول هذا ما عرفت النواية دياله كدير وش خيب ولم زيان تتقول اللهم اللهم أفضح سريرته وافضح نيته اللهم أفضح سريرته وافضح نيته إن شاء الله كتبوه لحد لاجون أو مذكرة تفكركم بالمواضع اللي غدي تحطوها لأن أي حاجة حطيتها في المكتوب وتتعقلوا عليها حاولوا أنكم تكسبوا بإذن الله الواحد القهار الإنسان اللي نواية دياله تال بنت لي الله تتجوج بالشخص وما معروش ما عطيش نيته ما عطيش نيته و نيته غارقة يتقولي اللهم وافضح نيته وافضح سريرته غاي يبدأ يتلاشى أنه غاي يبدي يبنو عليه شي بوادر أنه غاي يبدي يقول وبي يهضر وبي نيته غاي بدي تفرز غاي غاي يبينو لك خيبو لمزيان فقط إذن ثلاث وصفات من روائع النصر على الأمور وعلى الأعداء وعلى كل ظالم أما النية النية باش أنتم تعرفوا النواية للشخص اللي انتم معاشر معاه بنت ولول إذن اللهم افضح نيته وافضح سريرته السريرة هي أنه تعرف خبايا اللي عنده إن شاء الله حول الله وقوتي سنوضع لكم هذه الصيغات بس سنجدوا منها وتكونوا إن شاء الله بخير وعلى خير مبقا لي غير نقول لكم دعموا القناة وفعلوا الجرس وتقبون وعندي وخلوا لي لايك باش نزيل القدام إن شاء الله بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته